موسيقى طيب سحمدا شكرا أهلا وسهلا بمحر بك أولا نعطينا السياق دي الزيار ديتكم الجنب في إطار مجلس حقوق الإنسان شكرا جزيلا أخي الفاضل نحن كرابطة صحرة الديمقراطية وحق الإنسان والتي يتشرف برئاستها لأن الشرف أن نشارك في كل الدورات المنظمة لدى مجلس الدولي لحقوق الإنسان نحن كفعاليات مجتمع مدني وكناشطين مدنيين من الأقالم الجنوبية نحاول أن أرسل رسائل واضحة المنظمة الدولي عن التطورات الإيجابية التي شهدتها بلادنا في هذا المجال وهو حماية وترغيط حقوق الإنسان وخاصة في الأقالم الجنوبية يكذب من يقول اليوم على الأقالم الجنوبية والمملكة بصفة عامة لم تتطور يوم بعض يوم في هذا المجال نحن كناشطين وفاعلين حقوقيين دائما سنظر نطال بالمزيد ولكن كذلك لابد أن تكون هناك صيانة المكتسبات ما حققناه إلى حد اليوم نحن نعتبره استحققات كبيرة وكبيرة جدا وبالتالي اليوم علينا صيانتها والمطالبة بالمزيد يعني من الحريات في هذه المنطقة اليوم ولله الحمد في الأقالم الجنوبية كل حقوق مكفولة اليوم في الأقالم الجنوبية يعني المواطنين يتمتعون بكل حقوقهم حقهم في التعبير حقهم في التظاهر السلمي حقهم في التعليم حقهم في الصحة يعني جميع الحقوق مكفولة ولله الحمد عكس ما يدعيها البعض ثانيا إن كانت البوليزاريو تدعي إنها الناطق الرسمي والشرعي باسم الصحراويين أنا بالنسبة لي استحققات 8 شطنبر ضحضت وبصفة نهائية هذه الأكذوبة وهذه الإستوانة إلى غير رجع لأن الاستحققات 8 شطنبر نعتبرها أنا هي مثابة استفتاء وتقرير مصير لأن استفتي الصحراويين عن بكرة بهم في هذه الاستحققات عندما نرى نسبة المشاركة العالية في هذه الاستحققات وإيمان الصحراويين أبناء الأقالم الجنوبية بالمشروع السياسي والتلموي هذا هو استفتاء ما بعده استفتاء وهذا بشهادة المراقبين الدوليين وبمشاركة الهيئات المستقلة المجلس الوطني للحقوق الإنسان الإجارة الجهوية لحقوق الإنسان اليوم هي الرسالة واضحة لدى الخصوم نحن نطالب المنتظم الدولي الضغط على الجزائر بالانخراط مع المنتظم الدولي في حال حالة هذا النزاع الذي عمر أكثر من 45 عاماً ونطلب كذلك من قادة البوريزاريو أن لا تبغى حبيثة الدقمائية السياسية والأوهام كل الأمور اليوم تقيرت على الأرض نحن ننشد إخواننا في مخيمات تندوف بالانخراط معنا جميعاً بهذا المشروع السياسي والتنموي والذي لما حال سنكون رابحين فيه جميعاً اليوم على المنتظم الدولي أن يعلم عم الاقين على المملكة المغربية تقدمت بمشروع سياسي للخروج من هذا المازق وهي منح الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتي موسع يضمن الكرام العشركة المساكنة هذه المنطقة ويحافظ على هوئة الحسانية كجزلة يتجزم التراث المغربي العارق كما ينص عليه الدستوري 2012 وبالتالي لا خيار آخر أنا أقول على من يريد حل المشكلة للصحراء بفكر السبعينات فهو واهم اليوم علينا جميعاً أن نتحمل مسؤولية ماما اللهم من التاريخ وأن هذا المشروع نقتل الفرصة والانخراط في هذا المشروع الذي وصفه المنتظم الدولي ونصفه نحن كصحراوينا بين الأقاليم الجنوبية كجدي وجد وذو مستقية وهو الحل الحقيقي الواقعي للخروج من هذه الأسمة اليوم الطرف الآخر لا زال يتمسك بالأوهام مدعوم ومزعوم وممول من طرف الجنرالات الجزائرية لأن هذه القضية اليوم صبحت قضية أنها مصائبة قومة لدغوم وفوائده مشكلة مخيمات تندوف ستبقى الجزائر دائماً تعمل ليلة نهاراً يعني البقاء على قيم هذه المخيمات لأنها ترى في ذلك إنها حجرة عثر أمام النمو الذي تشهده المملكة المغربية والمنافسة مع المملكة المغربية وبالتالي قضية مخيمات تندوف صبحت سك تجاري لدى الجنرالات الجزائرية وقادة البوريزاريو وهذا نحن كفاعلين حقوقيين لا نقبل بذلك نحن اليوم أمام خيارين لا ثالثة لهم أبديت المنفى وأبديت الأحمد أما يعني نانخراط في هذا المشروع الذي تقبلت به المملكة المغربية الطرف الآخر لم يقدم في الأمر شيء ولم يتنازل عن شيء وبالتالي نرى كفاعلين حقوقيين وكأبناء هذه المنطقة على المملكة المغربية عبرت عن حسن النواية لإيجاد مخرج لهذا المشكلة المملكة المغربية عبرت ولازالت تعبر على الوطن غفور رحيم أباب التوبة مفتوحة وأنا نناشي الشباب والشابات المثقفين مخيمات تندوف للانتفاض ضد هذه القيادة الفاسدة والهرم والمنتهية الصلاحية التي يبست على قلوب الصحراويين والصحراويات يزيد من 45 عاماً والتي لم تقدم للصحراويين سواء الضمار والتشتت والتفرقة والتمزق وسيكتب التاريخ على قادة البوريزاريو لأنهم يعني زجوا بالأبرياء العزل في مخيمات جهنمية والتي عاشوا فيها الأمرين واليوم عليها أن تدخل التاريخ من الباب الواسع أن تخرج بهذه الأبرياء من هذه المخيمات وخاصة ونحن تطرغن لهذه النقطة في المجلس يعني في الدورة الثامنة والأربعين هو الحصار الكبير الذي تشهده مخيمات تندوف وعندما نرى الطبهات الكبيرة في نقاط العبور من هذه المخيمات مدجج مدجج لزائري نرى إننا في كارثة كبيرة وكبيرة جدا نحن نناشد المنتظم الدولي بمراقبة الوضع ونقول للأمير العام الممتحدة المفوضة السامية لقد سئموا صحراوي المخيمات تندوف من الأعود ومن الخطبات وهم اليوم في مست الحاجة لإنقاذهم من الوضع الذين موجودون فيه ثانيا أنا لا أرى وهنا نتكلم عن أحد العائدين لأرض الوطن وإنني عشت في هذه المخيمات أربعين عاما وبالتالي نقول على أنصف تندوف لا يتمتعوا بها إخواني ومخيمات تندوف أولا ليست لديهم حرية التعبير ثانيا ليست لديهم حرية التنقل وثالثا وهي الأهم ليست يعني في مخيمات تندوف من يحمل بطاقة تندوف وضعنا هذو اللاجئين أو هذو المحتجزين في أيادي بلطجية في جماعة معسكرة هي من تسير أمورهم ونحن نرى مخيمات اللاجئين عبر العالم من يسير هذه المخيمات هي قوث اللاجئين بل مخيمات تندوف من يسيرها هي عصابة بوريزاري والجنرات الجزائرية وبالتالي وضعناهم في مهب الريح وبالتالي لابد من استفتاهم حقيقيا من يريد البقاء في هذه المخيمات ومن يريد الخروج منها هذا هو الاستفتاء الذي لازم نتجه نحوه ثانيا السؤال مطروح اليوم لماذا تتهرب الجزائر وقادة البوريزاريو عن معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء والمشكلة أنا دائما نقول ليس في العدد وإنما من هم هذا الصحراوي موجودين في مخيمات تندوف هل هم صحراويين أتوا من العيون والداخل والجدور والصمارة أم هم صحراويين أتوا من هنا وهنا وأنا دائما نقول الصحراوي هي هوية وليس جنسية نحن نريد نعرف معرفة من موجود في هذه المخيمات هل كل من يرتدي الملحفة والضراعة ويشرب الأتاء هو صحراوي وبالتالي أنا أقول ليس من أرى كما سمع أنا عشت في هذه المخيمات وأقول بالتأكيد أنا ليست كل الناس الموجود في هذه المخيمات هي أصولها من الصمارة والداخل والجدور هناك صحراويين أصولهم موريطانية هناك صحراويين أصولهم مالية وهناك صحراويين أبناء تندوف الحقيقية وبالتالي هنا لابد أن نطرطر كذلك لهذه النقطة لأن هناك في هذه المخيمات صحراويين مع الصباح وجزائريين مع المساء يعني يتقسمون معك المساعدات يتقسمون معك كل الأمور المتاحة في هذه المخيمات ولكن لديهم منازل في تيندوف وفي بشار وفي ملعسل وهم يعني لديهم بطاقات تعريف جزائرية لديهم جوازات صفار جزائرية وبالتالي هم مرقمين أن يكونوا في هذه المخيمات يعني بأمر من الجزائر لكي تكون هذه المخيمات فيها أكثر عدد ممكن من الناس وبالتالي نحن كفعالية مجتمع مدني كذلك ونددنا بذلك وعبرنا ميرانا والتكرانا عن رفضنا للتهريب الممنهج للمساعدات الإنسانية أخي الفاضل نحن نطالب المتظم التولي والهيئات المانحة نحن لسنا ضد المساعدة لإخوانا في مخيمات تيندوف ولكن نحن نريد متابعة ما صار هذه المساعدات أن تصل إلى دويها الحقيقيين ومستحقينها الحقيقيين وهما الرجال والنساء والأطفال والكل فهي مخيمات لأن لا يعقل عندما نرى الأرقام الطائلة في المساعدات الإنسانية المخصصة لهذه المخيمات تيندوف ونقارنها مع ما يصل لهذه المخيمات أخي الفضل أنك تشاهد على أحد هذه عملية التهريب لأن لذات يوم انطلقنا من مدينة ورن 29 شاحنة محملة بمساعدة الإنسانية وعندما وصلنا المخيمات تيندوف وصلنا 13 شاحنة فقط باقي الشاحنات تبخر في الطريق وعند سؤالي لأحد السائقين قال يعني عن هذه الشاحنات بعضهم يعني تم ذهابه إلى السطيف والبعد لم عسكر وبالعباس ولكن ما رقبته في هذه العملية هو على الشاحنات التي تبخرت في الطريق هي شاحنات كانت تحمل يعني مساعدات إنسانية ذات قيمة قذائية وقيمة نغذية يعني مثل المعلبات والحالب المجففة وأنواع الزيوت ما وصل لهذه المخيمات والدقيق والعدس واللوبيا يعني أمور هي بسيطة جدا وبالتالي من المسؤول عن كل هذا ثانيا أخي الفاضل الجزائر ترقم المنظمات المانحة أن تقتني هذه المواد من السوق الجزائرية وبالعملة الصعبة من هو الفائز ومن هو الرابح في هذه العملية رقم على أن يعني أثمان المساعدات الإنسانية التي تشترى من السوق الجزائري هي أضعاف المضعفة بقيمتها في الدول الأخرى وبالتالي أنا أقول على من يفوز ومن يربح في هذا المصار هي الجزائر وغادة البوريزاري وصبحت قضية إخواننا في مخيمة التندوف قضية إنها مصائب قومي لدى قومي فوائده أصوات من داخل المخيمة تفضح وتكشف عدد من الخروقات والمجلس الأخير يعني برزت أصوات من داخل المخيمة تفضح ألي هذا الحد؟ أن الجبهة لم ترتدع رغم هذه الأصوات الحقوقية حتى من الداخل أخي الفاضل هناك اليوم منظمات كبيرة جدا وخاصة في إسبانيا وإيطاليا التي تنقض سياسة البوريزاريو الممنهجة في تهريب وسرقة المساعدة هناك جمعيات كذلك في الجزائر اليوم نرى جمعيات تسمى جمعية ضحايا سيارات البوريزاريو يعني حتى الجزائرين بحد ذاتهم بدوا ينتفضون ضد الظلم الممنهج من طرف الجنرال الجزائرية وقادت البوريزاريو وبعض الأشخاص يعني هم مخيمات تندوف اليوم سئم الجميع من الوضع في مخيمات تندوف لا جزائر ولا إسبانيا ولا إيطاليا ولا منظمات المانحة اليوم أصبح كل شيء مكشوف ولكن أخي الفاضل نحن كمنظمات يعني ناشدنا بهذا مرارا وتكرارا ولكن الحمد لله والأي الحمد اليوم رأينا الأكثر من الأوذن الساقية لنا واتضح أن ما كنا نتكلم فيه سابقا هو أمر واقع وعندما نقول إن البوريزاريو لا تمثل الصحراويين نقول ذلك عن قناعة لأن إذا كنا نتكلم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لا يعقل على أن أقلبيت سكان الصحراء وهم موجودين في الأقالم الجنوبية وهم مندمجين في العمل السياسي والعمل الاقتصادي وهم برلمانيين ورجال أعمال وفاعلين جمعويين أن تطقى عليهم مجموعة قليلة حتى في تشكيل يتهي حد ذاته لا نرى إنهم صحراويين بالفعل من المناطق التي هي في مشكلة اليوم سقطت استوانت الممثل الشرعي الوحيد ويعلم العالم وليعلم العالم على أن من يمثل الصحراوي اليوم هم المنتخبين الشرعيين الحقيقيين الخارجين في سناديق ديمقراطية هذا من حق لهم الكلام عن الصحراوي أما استوانت الممثل الشرعي والوحيد مش مصعب صحراوي فهذه تبقى في الرابوني فقط ترجمة نانسي قنقر